البحث عن صفقة تفتح الباب لمفاوضات تنهي الحرب المستمر على غزة منذ أكثر من ستة أشهر هذا هو العنوان المستمر معنا خلال الأيام الماضية حراك دبلوماسي تقوده القاهرة والدوحة وواشنطن مع إسرائيل وحماس تقول الأنباء الواردة من إسرائيل إن تل أبيب تنتظر ردا من حركة حماس على المقترح المصري لإبرام صفقة تبادل للأسرى والتوصل لهدنة في غزة خلال 48 ساعة بينما تنتظر القاهرة وصول وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية غدا لبحث المقترح المصري وتسليم المسؤولين المصريين رد الحركة على صفقة فيما قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي تحدث قبل قليل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وأكد له رفضه التام لعملية رفع بحسب مسؤولين إسرائيليين فأن المقترح المطروح للتفاوض صاغه وفد المخابرات المصرية وفريق التفاوض الإسرائيلي مع مراعاة المواقف التي عبرت عنها حركة حماس حتى الآن وما تعتقد مصر وإسرائيل أن الحركة قد تقبل به ينص المقترح المصري على ضمان إبقاء القوات الإسرائيلية على بعد 500 متر من طريق صلاح الدين ضمان عدم تعرض المدنيين لإطلاق نار أو اعتقال أو احتجاز أثناء العودة وهو الشرط الذي طرحته حماس ورفضت تخلي عنه سابقا كما تضمن القاهرة وفق وسائل إعلام مصرية شبه حكومية غياب الجيش الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي يمثل شريانة تنقل رئيسي في القطاع عند عودة النازحين بالطبع من جنوب القطاع إلى شماله كما عرضت مصر تخلي حماس عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار لكن في المرحلة الأولى من الصفقة إضافة إلى أطلاق صراح ما يقرب من 30 أسيرا إسرائيليا بحيث يكون هناك يوم تهدئة مقابل كل أسير إسرائيلية تم إطلاق صراحه كما يتضمن المقترح المصري تفاصيل متعلقة بالمرحلة الثانية والتي لم تعالج المسارات السابقة في تفاصيلها إذن من جديد إعادة الأسرى أم اجتياحه ورفح؟ أي الطريقين سيسلكه نتنياهو؟ يرفض وزير المالية الإسرائيلي بالسائل سموتريتش الاتفاق المصري والذي وصفه بالاستسلام المهين لحماس على حساب مئات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة وعد الوزير الإسرائيلي الموافقة على الاتفاق عقوبة أعدام للرهاء وخطرا وجوديا فهوليا على دولة إسرائيل سموتريتش هدد نتنياهو بأن الحكومة الحالية لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس رد على اتهامات سموتريتش بتأكيد أن دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس لكن إعادة المحتجزين الذين تخلت عنهم الحكومة هو أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير لكن جانتس قال إنه إذا تم التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين تدعمها أجهزة الأمن من دون إنهاء الحرب وعرضها الوزراء الذين قادوا الحكومة خلال إخفاق السابع من أكتوبر فأن هذه الحكومة ستفقد شرعية البقاء وإدارة المعركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك قال هو الآخر إن إعادة المحتجزين عمل ذو أهمية قصوى ومع ذلك فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش هيرتزي هليفي وافق على خطط العمليات البرية في رفح بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية وجميع قادة الفرق والأولوية في ذلك وكان نتنياهو قد أكد مرارا على القيام بعملية عسكرية برية هناك بالطبع حيث قال إنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة إذن نناقش هذا الموضوع ونعرف تفاصيل ما جرى من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين نزمي زياد حلبي زياد مرحبا بك نستطلع منك ما تقوم به القاهرة ورأي الحكومة الإسرائيلية بما يعرض عليها الآن الواضح في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل نفذت هبوطا طراريا فيما يتعلق بصفقة التبادل وباتت تقبل بما كانت ترفضه من قبل وفق مصادر في إسرائيل على سبيل المثال قضية عودة النزحين جميعا إلى شمال قطاع غزة وحتى الحديث الضمني في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وهي مرحلة التبادل الحقيقية بين الجنود والضباط في مقابل أسرى فلسطينيين في هذه المرحلة عمليا هناك نوع من القبول الإسرائيلي بهدن طويلة الأبد المصريون اقترحوا حوالي عاما كاملا هذا يعني بأن إسرائيل بشكل أو بآخر تلمح إلى أن ذلك قد ينهي الحرب الحالية من خلال هذه الصفقة لهذا بالضبط عمليا جرى انفجر هذا الغضب لدى وزراء اليمين المتطرف مثل سمودريج وبنكفير لأنهما سمعان من نتنياهو كلاما مشابها في الأيام الأخيرة حاليا إسرائيل تقول أنها على اتصال مباشر مع المصريين طوال الوقت وأنها تنتظر رد حماس غدا ربما يكون هذا الرد في الأثناء بالفعل الرئيس الأمريكي تحدث مع نتنياهو مجددا حول صفقة التبادل وحول موضوع رفح جدد التحفظ الأمريكي الكبير على أي عملية في رفح بدون التنسيق المسبق مع الأمريكيين سبق للأمريكيين أن مرروا رسالة لإسرائيل بأن ذلك قد يقود حتى إلى نوع من العقوبات المتعلقة بالتسليح إذا ما قامت إسرائيل بدون تنسيق مسبق مع واشنطن بعملية في رفح رغم ذلك الرئيس الأركان الإسرائيلي أعلن مجددا بأنه أقر الخطط بما فيها الألوية التي ستقاتل في رفح هذا أيضا أعلن قبل ثلاثة أيام الأمر ذاته عمليا ربما بسبب هذه المفاوضات وليس على الرغم منها بمعنى كأداة ضغط في اللحظة الأخيرة على حماس للقول إما الذهاب إلى صفقة التبادل وإما الذهاب إلى استكمال الحرب في رفح طيب كذلك زياد هيئة البث الإسرائيلية تتحدث بأن محكمة العدد الدولية من الممكن أن تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وبعض أعضاء حكومته ما هي ردات الفعل على ما يتم تداوله من قبل نتنياهو وحكومته بحث الأمر مرتان على الأقل حتى الساعة من قبل مستشار الأمن القوم الإسرائيلي وخبراء في السياسة الدولية والقضاء بطبيعة الحال هناك خشية إسرائيلية حقيقية في هذا الأمر ولهذا رأينا نتنياهو يتجاوب مع مطلب بريطاني واضح على سبيل المثال بالسماح بالزيارات لمراقبين دوليين لأسرى حماس من النخبة الذين عمليا تعتقلهم إسرائيل لأن البريطانيين أوضحوا لإسرائيل بأن لندن ستقوم بإعطاء المعطيات لمحكمة الجنيات الدولية إذا رفضت إسرائيل هذه الزيارات هذا يدلل على أن هذه الخشية حقيقية في إسرائيل هناك معلومات لدى الإسرائيليين بأنه خلال يومين أو ثلاثة أيام قد تصدر مثل هذه المذكرات بحق نتنياهو ووزراء وقادة عسكريين في إسرائيل هذا أمر يعقد كثيرا الوضع الإسرائيلي وتحرك المسؤولين الإسرائيليين على الساحة الدولية ولهذا يتتم دراسة هذا الموضوع المستوى القضائي في إسرائيل أوضح للحكومة اليوم بأنه غير كافي لإستعداد قضائيا لأن القضية أيضا لها جوانب سياسية ولهذا نصحه بحملة كبيرة الآن تقوم بها الحكومة الإسرائيلية عبر دول العالم وخاصة الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على هذا الموضوع ومنع إصدار مثل هذه المذكرات شكرا جزيلا لك من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا